حبيب الحلوين حسنا دي هتعرض روايات رومانسية كومودية وكمان اكشن يعني هتلاقوا فيها كل اللي بتحبوا يلا بسرعة روحوا تابعوها وشجعوها انها تنزل روايات اكتر هسيب لكم الينك فاول تعليق مسبت ويلا بينا نخش على حلقتنا ونشوفها النهاردة بتقول ايه في صباح يوم جديد على شاطئ البحر زينة بوقفة وهي سكتة وبتبص للبحر باينها الرمادي الداكنة بتلمع بالدموع ونسمة الهوى ونور ايهان بصت لها بحزنة وقالت لها ممكن ما طايتش بعلشان خطري وزينب وهي بتعيط انا زنب ايه انا زنب ايه اعيش في الوجه ده مليقي كان عنده حق انا حتى لو متى او اختفت محدش هيسأل هي فين هو انا وحشة اوي كده يا نور انا عارف ان انا عادية جدا حتى شخصيتي مش البنت الجمدة انا عارف ان انا عادية جدا وقلمني العادية انا بس نفسي غمض عيني في يوم وانام وانا متطمنة كان نفسي اكون زي اي بنت عندها ام واب على قال لبس اكون عارفة هم مين لكن حتى دي معرفهاش عارفة يعني ايه تكون عيلة ما كملت الشهور مرمية في الزبالة ايوة يا نور ايوة انا كنت مرمية في الزبالة انا لو بنت حلال ليعملوا فيا كده يا نور انا انا بكرههم بكرههم لانهم جابوني للدنيا وسبونا تعذف فيها الوحدي نوريهان حضنتها بقوة وهي بالطبطب على ظهرها بحنان والله العظيم ربنا هيعوضك عن كل السنين اللي فات والله حتى لو زي ما بتقولي كنت في سلة الزبالة هيحبك وهيجيلك اللي يخلك اميرة هتكوني اميرة وملكة في قلبك هيختارك انت لان ما في ازيك انت استثنائية مش مجرد بنت عدية زينب غمضت عنيها وهي بتفكر في كلامها بسخرية من اللي ممكن يختارها ويسبق البنت علشان هي وبس ونوريهان بسعدة علشان تخرجها من مود الحزن بقولك ايه تكلي بطاطا ما شوية وزينب بتمسح دماغا وبعدين بتبتسم هو انا اللي عزماكي اشتا يا برينس كان في اتنين ستات كبر في السن بيبص على نور وزينب وهم بيتحكوا وبيشوروا عليهم بص يا زينب بص اللي هناك دول زينب وهي بتمسك في ايدنا روهان يمكن في يوم من الايام نكون زيهم هنفضل طل العمر سوا هنكبر ونعجز ونتجوز وكل واحدة فينا هيبقى عندها بيتها وعمرنا ما هننسى بعض عمري ما اقدر انسك يا نور انتي اختي بجد هجيب البطاطا وفي بيت الشهاوي ايمان فتحت باب الشقة وخرجها وراح عندي ياسمين بنت عم تاشا هم صحب جدا ياسمين اتولدت قبل ايمان في فرق سنة تقريبا ونزل على السلم وهي بتسبح كعدتها بصت في اخر السلم كان يوسف واقف وبين انه متوتر بسبب طريقتها ما كانش متوقع يرجع يلاقي هنسته او حتى مش فارق معها يمكن لانها عندها قدرة غريبة في اخفاء مشاعرها اتنهدت بديء وهي بتنزل صباح الخير صباح النور انت خارجة؟ تحب اوصلك في طريقي؟ شكرا عمرك ما تتغيري يا امان ممكن تستني دقيقة واحدة؟ اش مان؟ هتعرفي خليك بس ثانية واحدة دخل شئته لكن طريقته حسست ايمان انه فعلا ملهاش ما كان في حياته المشاعر دي من طرف واحد وهي اللي عيشة في وهم خافت ايوة خافت خافت من مشاعرها خافت تكون بتظلم نفسها وهي دي الحقيقة ولو هو حبها ربع حبها ليه لا يمكن كان يسافر ويبعد ويبعد دقائق خرج يوسف وهو ماسك علبة صغيرة دي ليكي اتمنى تعجبك لو سمحت ايمان هزت رأسها معنا تمام كانت مشيا لكن وقفت وهي بتبص على ايده يوسف لاحظ نظرتها بسرعة حطي ايده في جيبه رفعت عينيها بتبص له بحيرة وارتباك تحب اوصلك؟ يوسف ليه لابس الخاتم ده لحد دلوقتي انت زمان قلعته قبل ما تسافر وقلت ان احنا اخوات يوسف انا هديتك لخاتم ده في اخر عيد ميلاد لك هنا في مصر قبل وفاة عم ايوب فاكر فاكر قلت لك ايه في اليوم ده يوسف رجع بذكرياته اليوم عيد ميلاده وافتكر كلام واندفاعه ورا مشاعره وافتكر نفس الجملة ايمان يوسف الصاوي ده هيكون اسمك هتكون على اسمك يوسف ابقى رمي الخاتم ده انت قلتها قبل ما تسافر احنا اولاد عم واخوات وثابت ومشيت ويوسف وهو بيبصلت فيها بس انا عمري ما جديبت عليك يا ايمان يطر الدنيا تاخدنا على فين وعندي الهام الهام بغضب بقى رجع وما فكرش في امه لا ويجرع على حياة ونسى اننا امه مش هي وسعد اختها بغضب منها الهام استهدي بالله وبعدين يا اختي هو انت من امتى كنت مهتمية بيه او بنيران يا شيخة دي نيران من يوم فرحة اللي يشوف هيقول ان حياة امها مش انت فوي يا الهام انت اللي ضيعت ولادك اللي اثنين يوسف بسببك هجو ساب البلد كلها وبسببك برضو ما فكرش ينزل مصر ولا مرة واحدة طول السنين اللي فاتت دي عملت ايه بعد طلائق من ايوب سبت ولادك لجلال سبت ولادك لجلال وحياة وكأنك مش امهم تعرفي والله مش اناختك بس بستكده حياة عني حياة وجلال هيفضلوا منكدين علي حياتي اللي تنندل تعبوني اوي في حياتي بس مهما حاولت مش هيبعدوا عن بعض كانت نوارة وشمس وايوب عرفوا يبعدهم زمان هعندك حق استهدي بالله بقى وشوف ابنك هتعمل مع ايه اعمل مع اي يعني وفي بيت شاهد الشهاوي ايمان وياسمينة كانوا قاعدين فقودة ياسمينة وياسمينة قالت هقولك الصراح يا ايمان ساعد بحس ان يوسف بيحبك اضعف مضعفة من حبك ليه يعني كل استصرفاته واهتمامه بتفاصيلك بعضه عنك كل السنين دي كل حاجة بتقول انه بيحبك طب بعضه دي بتحلليها على اي منطق بالله عليك يا ايمان انتي اكتر واحدة عارفة ان يوسف كان دايما بيحط حدود بينكم ولما بيشوفك كان بيبعد اقولك الصراحة شوفي يوسف ابن خالي ومعرفت به انه ملتزم ومالوش في المحنة وخصوصا انه عاش فترة طفولته مختلفة عم ايوب كان في السجن وامه بعيدة عنه يمكن لان باباكي كان بيعتبر ابنه ولان يوسف مش خين للعشرة ولا لتربية امك ليه كان لازم يحط حدود بينكم ولما حصل موضوع الهم ده قرر يبعد وناظره الصراحة الموضوع قنصادم للكل هو جاله فرصة كويسة انه يشتغل برا سيبك من يوسف ومني قوليلي انت عامل ايه تلات شباب موردين في الشادر قاعدين في شمسية كبيرة كل واحد منهم شايل جوه غضب هيك فيه ضمر نفسه وكل اللي حواليه شاكر اكبرهم ويبلغ من العمر اربعين سنة يعني ايه ابن الشهاوي ناوي يلهف سوق السمك لوحده هو فاكر نفسه مين فاحنا اللي بتتهزي لنا شنابات يجي صالح الشهاوي يععدنا في بيوتنا ويخلي الاسعار نص لا ويكسب كل التجار في صفة واحنا نقعد كده ورحيم قال كل التجار بيقولوا ان اسعارنا غالية اوى عليهم ده حتى الصيادين مش راضيين بالاجرى بتاعتهم ومعظمهم راحوا يشتغلوا في حلقة السمك الكبيرة بتاعة شريف الهلالي او بمعنى اصح حفيد وصالح الشهاوي وفريد بغضب عايزنا نعمل ايه يعني نزوده ونقالل السعر للتجار ده كده بقى يبقى نفلس احسن لا المضوضة زاد عن حده اوي ولازم ابن الشهاوي ده يبقى عن طريقنا نحرق له الحلقة يا شاكر اللي فيها لا يا فريد اكيد ما امن عليها عينة الشهاوي اسكى من كده بكتير اوي ده ابن جلال الشهاوي والاسم ده احذر منه الف مرة لانه ممكن يحرق العالم لو حس اني عيلتو فحد عايز ائذيها غير كده بقى ما تنساش النمو فرنسية وتقريبا معها الجنسية يعني لو عملنا حاجة تئذي ولادها ممكن تتواصل مع الصفارة الفرنسية ويساعتها هنروح في ستين داية وما النسيبو يعني يا روحيم ياخد مننا كل حاجة لازم يختفي من طريقنا لو خايف يا روحيم اممشي لكن انا على جوز سيتي النسيبو انت عارف انا مديون بكام بسببه وبسبب خسارة اللي هو السبب فيها لا والصالح ذكي عارف يلمي اللي حوالي كويس ها 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 عارف مين ممكن يجيب أجله ميليجي الودة بيكرهش في حياته قد صالح بس خايف منه وخايف من حاجة جلال لكن الفلوس بتأوي القلب لو شممته ريحة الفلوس يبيع اهله وخصوصا ان طلقته الاولانية رفع عليه قضية نفقة ها 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 اباهات المليجة دلوقت حالا شوفوا فين وفي حلقة السمك دخلت ايمان وهي مبتسمة وهي بتبص للعمال وهي بتفكر في ذكرياته في المكان ده مع حيو جلال وصالح وهم صغيرين ازاي كانوا اشقية وبيغلبوا حياة وسليم قال ازاي كالكتورة نورت المكان الحمد لله ازاي كعم سليم انا بخير اموريني الامر لله هو بابا فين الحج على المرسى تحب بلغه انك هنا ما فيش داي انا هروح له وثابت ومشيت لاخر حلقة السمك وخرجت منها وبصت بايد كان جلال قاعد على المرسى وهو بيبص للبحر وبيشرب قهوته ابتسمت وهي بتروح ناحيته بسرعة افاشتك بتشرب قهوة ماما لو عارفت ان انت شربت قهوة يا ويلي يا ناري من اللي هيحصل وطبعا انت مش هتقولي لها امك عنيدة وتعمل مشكلة والسلام افكر وراحي بتقعد جنبه لكن قطعها بحدة ده مكان حياة تعالي الناحية دي ايمان وهي بتقعد الناحية التانية بدوب من حبك ليها بجد امي محزوزة وشكلها غير منها عارفة يا امان امك رغم حاجات كتير قوي هي اجمل ستة في الكون حياة رقيقة قوي وممكن كلمة واحدة تخليها اسعد انسانة في الكون حياة بنت بلد رغم انها تولدت برا لكن لما تحطت في اختيار بين الفلوس وبيني اخترتني انا وخسرت ورثها من جدك وقررت تعيش معايا شهور طويلة واحنا حياتنا بسيطة جدا لما تحطت في اختيار بيني وبين الخلفة اخترتني وقتها قالتلي جملة عمري ما هنساها لو الموت حاول يفرقنا هتلاقيني معاك في نفس القبر عارفة انا وهي بدأنا رحلتنا اول سنة جواز كان فيها مشاكل لكن كانت اختبار حقيقي لعلاقتنا ما انفعش اي حد يقول كلمة بحبك بالسهل كده الحب عايز وجع عايز دموع وقلم الحب وقبل الحب اختبارات طويلة لازم نعدي بيها وحياة كل يوم في حياتنا تثبت لي انها تستحق انها اخوض علشانها حروب وإمان بهدوء وهي بتفكر في يوسف ازاي عرفت انك بتحبها يا بابا جلال بتفكير وابتسامة اول مرة شفتها فيها كنت متأكد انها اقع في حبها رغم انها كانت بتخاف مني بس الصراحة كنت بغير عليها بسبب لبسها وطرقتها اول مرة قربت مني حسيت وكأن قلبها يقف من سرعة نبضاته ويا في الاخر كانت عايزة مني المحفظة دموعها دموعها بتعصر قلبي ابتسامتها بتخليني عايز اعيش وافضل معاها للابد والاهم صدقها في العلاقة لو هي كانت بتمثل الحب ما كناش هنبقى سوا ابدا يا امان لان اللي عشنا سوا كان عايز صدق وصقة قوية وحياة وصقت فيها بجد وانا بحبكم عمري ما هوت رأسك ابدا يا بابا وانا هفضل فخور انك بنتي مهما حصل ويصالح من وراهم يا حلاوة الحب متجمعين عند النبي يوه مش هارف اشرف فنجان القهوة من زنكم يلا خد اختك وامشي طب تطردنا ولا ايه كبير ولا ايه خد اختك وروحة يا صالح انت عارف مش هسيبني في حالي وحضرتك مش هطلقوا واح معنا المغرب هيئزن لا انا معزوم عند عم الجمال العشاء خلتك فاطمة اصرت انها نتعشى كلنا سوا والله يا خلتي فاطمة دي سكر سلم لعليها يلا يا صالح لان انا واقع من الجوع هوصلك لحد البيت وهطلع على المصنع وبعدين عندي شغل في المغزن لو اتأخرت ما تلاقوش ماشي يا سيدي يلا سلام يا حقوق خلي بالك على نفسك في حفظ الله يا ولاد في حفظ الله يا با وفي الخمارة مكان زي البر لكن على شكل قديم شوية مليجي كان قاعد مع شاكر وفريد وهو بيدخن سجير اخد نفس طويل وهو مديقاني وبيفكر بستواتي يعني انت كنت عايزنا اعلم على ابن الحاج جلال انت جننت مش كده عارف ممكن يعمل فيه ايه ده ممكن يسلخ جلدي وانا حي وبعدين ازاي فاكر انه ممكن اقدر على صالح ده ده ممكن يولع فيه ازاي فاكر انه ممكن اقدر على صالح انتم اكيري جننتم هنديك اللي انت عايزه وبعدين مش لازم انت يعني اللي تنفس ممكن اي حد من طرفك وما حدش هيعرف ان انت اللي عملت كده وبعدين جلال الشهاوه لو شوف ابنه مات هيقع ومش هتقوم لقومة تاني وساعتها الشادر كله يبقى تحت ادينا وانت هينومك من حب جانب واهو نخلص منه بدل ما هو منغص عليك عيشتك ثلاث ايران مقفولين انت تجننت هو ايه اللي انت بتقوله ده عايز ثلاثة مليون ليه ان شاء الله علشان رأى بالصالح الشهاوي تمانها غالي اوي اوي وانا موافق في خلال يومين اتنين الصالح ما يكونش على وش الارض انت فاهم وحياتك انت لكون مخلصلك عليه النهاردة قبل بكرة بلاش تهور يا مليجي فكر الاول لان لو انكشفت هتروح في ستين دهية ها 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 لا ما تقلقش علي المهم جاهز الفلوس النهاردة التلات صالح بيكون في المغزن الكبير وهو متعود روح يطمن على البضاعة وكل كام يوم ويفتش في الحسابات والبضاعة انا كنت بقولي الحاج جلال كبر مش هيهتم بالحسابات والبضاعة وقدر اخنصر من وراهم يقوم يجي صالح ويفضل وقفلي كلا على الوقت واحدة صحيح زي ما يقوله اللي خلف ما ماتش رغم ان صالح شغله الاساسي في الشادر اللي انه قرفني في المصنع والوكالة كمان بس هو جهل اضاء صالح وصل ايمان قدام البيت خلي بالك من نفسك يا صالح ما تقلقش علي اطلعي ولو الوقت اللي اسم يوسف وقفك ما تردش عليه انت فهمه فهمه يلا هطلع علشان ماما بترين سلام يا كبير صالح ابتسم وفضل وقف لحد ما هي دخلت البيت ودور العربية وطلع على المصنع وهو بيفكر في حاجة شغل باله وفي مصنع الشهاوي نروهان وزينة بخلصوا شغلهم خالص وبيجهزوا علشان يمشوا الحمد لله يا زينة اللي واحد ما شافش مليجي الزفت ده النهاردة يا رب دايما ده واحد عايز ياخد بالشبشب على دماغه يلا ربنا ياخده بقولك ايه انا هروح للدكتورة علشان اجيب نتيجة التحليل بتاع امي وانت لما تروحي رن علي وانا هبقى عد عليك شوية علشان اطمن على العم منصور يلا سلام ماشي ماشي يا نور سلام هستنك بالليل نورهان سابتها وخرجت وهي تناهدت وهي بتاخد شنطتها وبتخرج من المصنع وسرحانة في حاجة كانت خايفة ومتوترة رجعت للبيت كان بسيط جدا في الدور التاني فعمارة قديمة على البحر طلعت المفتح من شنطتها وفتحت الباب ودخلت وزينة بصوت علي حقي منصور بابا تعالي يا حبيبتي انا هنا زينة ببتسمت ودخلت قوضة والدها المتبني لها ازايك يا بابا قول لي عامل ايه بخير الحمد لله قول لي عامل ايه يا حبيبتي جيت امبالح من الشغل ودخلت قطك كده على طول حصل حاجة حد دايقك محدش يقدر يديقني بس انت عارف شغل المصنع كتير وكنت هالك انا من الشغل جيت نمت بدون محس هدخل لسخان لك العشا علشان تاخد الدور ربنا يحفظك يا زينة والله يا ربنا هيكريمك على قد تعبك معايا ربنا يخلك لي وبعد ينتعب ايه بس دلو لك كان زمني مرمية في الشارع ويعالم كنت هبقى عيشة ولا لأ بس اتراسه وقامت بتعب دخلت المطبخ كانت مجهزة لأكل الصبح قبل ما تخرج سخنته وطلعت بعد مدة دخلت قضتها بعد ما ادت ولدها الدواء واتطمنت عليه انه نام اترمت بجسمها على السرير بتعب كانت حاسة انها تتشل من التعب اتعدلت فقادتها وهي بتمسك شنطتها وبتدور على الموبايل لكن ما كانش موجود قامت مغدودة وهي بتدور على الموبايل لكن فجأة ضربت ايدها على دماغها بقوة وهي بتفتكر انها سابت الموبايل في المغزن الصبح لكن المشكلة انها حطى الموبايل في السنة دي اللي هتتنقل الصبح من المغزن وساعتها الموبايل هيدعملها للأبد قامت من غير ما تفكر لابست وخرجت من الشقة وافترقها للمغزن وهي ما عندهش اي فكرة ازاي هتدخل دلوقتي في الوقت ده لان الساعة عشر بالليل يا ترى الغفير هيسبها تدخل ولا لا انها ترتيب القدر ولعله اللقاء صالح كان واقف بارابيته قدام المغزن ونزل ودخل والغفير افل ورا دخل صالح الشهاوي الجوه المغزن ومسك الدفتر هو بقى بيفرز الشغل الموجود وهو بيسجل بعض المعلومات في الدفتر كان حاسس بهدوء غريب فجأة سمع صوت قوي وكأنه صوت خناء افل الدفتر وحطي ايده في جبان طلونه وبعدين شوية ومش ابسقه في الممر لكن بنع له الاستغرب وهو شايف كل حاجة طبعية حس بالشك وكان راجع يكمل شغله وبسرعة جدا انحنى وفجأة بينزل الشومة على الارض كان فيه سطح اسويد نعم بيظهر فيه انعكاس من وراء وبسرعة بيدور وهو بيبص للرجال الموجودة كانوا اتنين ملسمين صالح كان في النص بينهم وهم حواليه وبين عليه السقة كان الخوف ما يعرفش طريقه او يمكن بيعرف يخفي اي مشاعر خوف واحد منهم لسه هيعلم على صالح صالح نزل عنيه للارض ومن غير ما يفكر علم على برجله ونزله على الارض واخد عصاية ضخمة لكن بيلاقي ضربة من واحد فيهم انبغضب وهو مسك من نهاية اميسو ورمه على الارض بص للتاني وهو بيقول له مين اللي بعتك يلا انطق والشاب كان بيرجع لورا بخوف من صالح وصالح مسكه وكان بيعلم عليه لكن فجأة سابه وبين على ملامحه الوجع الشاب بايد عنه وصالح مسك بطنه وسند على صندوق كبير قبل ما يقع على الارض واخد نفس ببط وعيونه حمرت وفي هلمع الدموع اخد نفس بطيء جدا وهو بيفكر في امه وابوه امان وبدأ يغمضاني وهو حاطت ايده على بطنه والشابين خرجوا بسرعة جدا من المكان وصابوا صالح بصرع الموت وعند امان قامت مفزع من النوم وهي مغدودة وغير انا وحسب وجع غريب من غير ما تفكر طلعت موبايلها تكلم صالح هو مش بس اخوها هو توأمها وسندها بعد ابوها عيطت وهي بترنعلي لكن ما فيش اي رد فعك قامت بسرعة وراحت لقودة حياة فتحت الباب بتلقائية وبدون السئزان حياة كانت بتصلي امان فضلت وقفة وهي مستنية والدتها تخلص الصلاح حياة بخوف في امان اخوك يجي صالح صالح مش كويس يا ماما وعندي زينب وصلت للمغزن لكن استغربت الهدوء وان البوابة مفتوحة دخلت بهدوء وهي بتدور على الموبايل لحد ما وقفت مظلومة ومرعوبة استوب لحد هنا يا طرق ايه اللي هيحصل لصالح هل زينب هتقدر تنقذه ولا ايه اللي هيحصل كل دو اكتر هنعرفوا الحلقة الجاية استنونا ولو وصل معنا لاخر الحلقة ما ينساش يدعمنا باللايك والكومنت الحلو دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبرك